طبعا فيه إشادة فيه أوساط وسائل الإعلام وأيضا الصحافة الجزائرية بهذا الإنجاز الكبير والشكل طبعا المقنع من بداية البطولة وحتى اقتربها من النهاية والفصل الختامي فيها بخوض الفريقين الجزائر والسنغال للمباراة النهائية مساء الجمعة القادمة إن شاء الله حالة رضا فيه أوساط الرياضة النقاد الرياضيين والصحفيين والإعلاميين في الجزائر الكل راضي وبيشيد عن مستوى منتخب الجزائر في هذه البطولة المنتخب الجزائري وما قدمه مستوى الفني والبدني والخططي والروح القتالية إلى آخر هذه الأمور والشكل اللي لكل مقتنع إنه كان بيؤدي في النهاية لهذا التألق اللي قاد الفريق اللي كلنا طبعا سعداء بهذا المستوى اللي ظهر به وكنا بنتمنى نهائي عربي خالص بين المنتخبين الشقيقين الجزائري والتونسي ولكن أيضا المنتخب السنغالي استحق التقدير والأراء الفنية بتجمع أو غالبيتها بيذهب في اتجاه أنه أفضل فريقين أداءا وجهدا في هذه البطولة وصلوا للمباراة النهائية وأنه أفضل فاينل لهذه البطولة طبعا بعد الخروج المفاجئ لمنتخب مصر اللي كنا بنتمنى أنه على أرضنا وبين جماهرنا وبيحظى بدعم غير مسبوك من كل أجهزة الدولة وعمل الأرض والجمهور واستضافة البطولة وتنظيمها بهذا الشكل الرائع اللي تمت الإشادة به محليا وعالميا مع وجود بعض النجوم المتميزين في صفوف منتخبنا وبعض الخبرات من المحترفين في مجموعة من أقوى الدوريات الأوروبية كل دي عوامل كانت بترجح كافة منتخبنا ولكن فجئنا جميعا بهذا الشكل طبعا غير المقنع وغير المردي وهذا الخروج غير المقنع لمنتخبنا من البطولة أو اللي ما كانش طبعا الأداء يمكن أن يؤدي لوصولنا لمراحل أبعد من كده في البطولة بإجماع الأراء الفنية اللي قامت بتحليل أداء منتخبنا خلال مشواره في البطولة بعد خروج منتخب مصر من السباق أصبحت طبعا المنتخبات الأقرب إلى المنافسة وكان منتخب مصر موضوع اسمه كواحد منها مع المنتخب المغربي اللي أيضا كان خروجه المبكر مفاجئ جدا لعوامل فنية وخبرات الجهاز الفني وقدرات المدير الفني عوامل كثيرة جدا أيضا كانت بترجح استمرار المنتخب المغربي في السباق أعتقد أنهم كانوا أكبر مفاجئتين في البطولة الخروج المبكر لكل من منتخب مصر ومنتخب المغرب باستثناء هذا الأمر نقدر نقول أن أفضل المنتخبات أداء في البطولة وصلت للسيمي فاينال ووصل منهم أفضل منتخبين أداء والأكثر ثباتا منذ انطلاق البطولة وحتى يومنا هذا هم منتخب السنغال ومنتخب الجزائر وعند جدارة واستحقاق صعدوا للمباراة النهائية